مرحبا بكم في قناة تحفة يوب مرحبا ببروز اهم خمس اسماء ليست ككل اسماء الاخرى المرشحة بل يمكنهم ان يحلطوا التغيير فعلا ولا يكونوا كالوزراء السابقين النائمين ومسلسلات تكرار الفشل المفاجأة الاكبر هي في الاسم الثاني لكن اولا مع النبغة والمختارع والبحث في التاريخ محمد دومير الذي تصدر القائمة المحسومة المنتظر تعيينها فالاخر فعلا من اهم الكفاءات وله اختراعات وكذبوح تاريخية ستنائية يواجه بها بالخصوص النظام المغربي ويدحض رويات مع عمر هلال وبوريطة خاصة الان مع خرجاته داخل الامم المتحدة وادخاله لاول مرة يصل فيها للامم المتحدة وتائق تاريخية عرضها امام كل دول وتحت انظار الوفد المغربي المصدوم من بوريطة وعمر هلال حيث الجمهم وعرض امامهم ادلابل وتائق بيع صلاة المغرب والملك الراحل محمد الخامس توقعهم باتفاقيات مبرمى استقلالية الصحراء الغربية كاملة وانها حسب تلك الاتفاقيات لا تنتمي اقليميا للمغرب كليا بل كذلك بعدها عرض ادلة تقاسم المغرب مرة اخرى الصحراء الغربية مع موريطانيا لكن ترشاه الاخير ليكون اسما ووزيرا في الحكومة الجديدة ليس فقط بسبب هذه الخرجات فالاخير اصلا له خرجات كثيرة في التاريخ الجزائري وكشف لتاريخ النظام المغربي وكذلك كونه مخصرعا ومتمكنا في عدة مجالات مراقب اكد انه ينتظر ان يقود وزارة السياحة لنشر واخراج ودفاع عن تاريخ وسورة الجزار بالكفاءة التي يمتلكها دومير وعلمه بالكفاءة التي يمتلكها دومير وعلمه والاهم الاستمرار في ضحذ ورواية المخزن بجانب ايضا احد اكثر الاسماء المطلوبة حاليا وهو اول بروفيسور في البيوستكنولوجيا في الجزار برابح بن شريف الذي كان من بروفيسور الى ان ظهر مؤخرا كبائع خدار ولقي حينها تعاطفا كبيرا من الشاب الجزائري مطالب بتعينه في الحكومة وعدم ترك كفاءة وصاحب خبرة كهذا الاخير بدون استعماله لخدمة الاقتصاد خاصة وان نظرته واقتراحته الحلول على الحكومة السابقة كان في ممضى الجميع يسخرون منه لكن اتضح الان ان كل اقتراحته كانت في الصميم ولو طبقها فعلا لكان الاقتصاد الان في مكان اخر وهو المعروف السابقا كزاعب الحزب الوطن للتضامن والتنمية والذي شارك في الانتخابات النيابية وفز بمقاعد في البرلمان الجزائري كان يعتبر ايقونة سياسية بارزة في البلاد وفي هذا الصلاة كتب الناشط خير دين مراح مستغربا فيديو مدهل للبروفيسور ابن مدينة قسنطينا رابح بن شريف او البروفيسور دكتور في البيوتونيكلولوجيا عند العرب وكل المسلمين وفقرة افريقيا اين قالوا وكيف اصبح ولماذا مضيفا الكثير منا يذكر مشروع شق نهر يمتد من البحر الابيض المتوسط نحو الصحراء الذي كان يتغنى بانتاج الصحراء للحبوب وكان الجميع يصخرون منه يتضح صدقه وتحول الصحراء ايضا للفلاحه فهم الرجل من البداية كان بانه لا يمكن الاعتماد على اناس يصخرون من فكرة تقنية جيولوجية استراتيجية بدلا من منقشتها ودحها بالادلة التقنية والعلمية لهذا هو باتل اكتر طلبا ومحبوب شعبيا اما الاسم الاخر الاكتر اجماعا شعبيا واعلاميا وكل خبراء هو الدكتور علي بن محمد الذي تعينه في وزارة التربية والتعليم سيشكل صفعة قوية لفرنسا ويقدم خدمة واضافة كبيرة لصالح التعليم في الجزائر والعربية ولكفاءته وخبرته الكبيرة في الميدان كذلك نظرا للمبادئ التي يتشبع بها الاخير والنزهاته وهو الذي كان يشكل كبوسا لوزارة التربية والتعليم السابق نوريا بن غمريق كان ينتقدها كثيرا باستمرار وقضي عن أهل عبها ومنهجها الفرنسية المحرفة خطوة تقوم بها الدولة لتعريب التعليم تسير معها خطوة عدوة من أقلية من نخبة مفرنصة هي الأقلية في البلاد ولكنها أقلية ساحقة وفي مقابل أغلبية مسحوها مؤكدا أن ابن غبريت هي ابنة فرنسا وتتعمد تحطيم التعليم في الجزار وطلب حتى بحبسها والأخير يدرك جيدا أن عمود تقدم بتعلم في الجزار هو تعديل وتنقية المنهج الجزائرية الدراسية من كل مخلفة سنوريا بن غبريت ومن سبقها من أغلب الوزراء الذين تعملوا جلب منهج فرنسية محرفة لكي لا تنهض الجزائر بمأن التعليم يسهم بشكل كبير جدا في نهود أي بلد لهذا الأخير تصريحته ومواقفه واحدة كفاءته تمكنه من قيادة المهمة بنجاح خاصة وأنه أصلا تقلد سابقا حقب وزارياته مسافرا في القاهرة ودفاعه عن الهوية واللغة العربية ومبادئ الشعب الجزائر المحافظ المحب للعلم هي من جعلته الأكثر طلبا في الحكومة الجديدة لأن تعينه حسب ذات المراقبين سيشكل قفزة نوعية واطمئنا لدى الشعب فهو وربح بن شريف ومحمد دومير يعتبرون الأكثر رلبا لتعين في الحكومة الجديدة والأقرب ضمن الإعلان المرتقب حسب ذات المراقبين على أكثر تقدير خلال الأسبوع القليلة المقبلة نظرا لبحث الرئيس بون في متساعين من اللوقت على الكفاءة اللازمة لتجنب الوقوع في خطأ اختيار بعض الوزراء الفاشلين مثل أخر مرة كما أن هناك العديد من المرشحين للإعلان عنه في الحكومة الجديدة حسب ما هو متوقع بينهم بالقاسم حبة ويوسف نباش وغيرهم حفتر يرتعد بعد سقوط أدرعه وتحرك عمار بن جامع التاريخي في مجلس لامن والرئيس بون يرفض غلق الحدود ولماذا لن تكرر معه ما فعلته للقدافي بداية يبدو أن حفتر يرتعد بسبب تحركة الجزائر أمميا من جهة ومن جهة أخرى بعد أحكام القبض الدولي الأخيرة ضد أدرعه من المسؤولين خاصة وأن نفس التهم التي سقط بها قادة ميليشياته هي نفسها التي تلاحقه وتتهمه الجزائر بها نظرا لما فعله الأخير بشعب اللي بشقيق وضد أمن واستقرار ليبيا وشنائها لا تعد ولا تحصق ما بها فالأخير حسب مراقبين حرفيا يرتعد ويعلم جيدا أنه مع تحرك من دوب الجزائر أمار بن جامع داخل مجلس لامن لإدانته وطرح مشاريع قرارات لإدانة كل من ارتكب شنائها ضد الليبيين وكذا فرض مصار الحل السياسي بالانتخابات وهو مصار مجمع له في الأمم المتحدة ومؤيدة لمبادرة الجزائر لهذا إدانة الجزائر لحفتر الآن بات محسوما وأسهل بكثير لأنه ورعت نفسه بإحباطه واعتراضه على تنفيذ قرارات مبادرة الجزائر في ليبيا بتوجهه فور قرب التطبيق لمهاجمة العاصمة ليبيا ترابلوس ومحاولة دخولها رغم أن الجزائر رسمتها له خطا أحمرا إن دخلها ستتدخل ولغاية الآن لم يقتحمها رغم قربه منها ومحاولته تهديداتها إلا أنه مشعل الوضع ببعض ميليشياته الذين تضح جليا جبنهم بهروبهم أيضا من الحدود الجزائرية فور تحرك الجيش الوطني شعبي لتشديد الرقبة ورصد أي تحرك للرد وقد قال مراقبون أن حفتر سيندم في اللحظة التي تنهار كل مخطط صهو فيها لكونه عندما يصدر قرار القفض الدولي في حقه أي دولة تدعمه حاليا كلهم سيتخلون عنه نهائيا حتى لا يقع في حرج دولي بدعم مطلوب دوله ونهيك على أن أي حكم سينهيه سياسيا للأبد كذلك المراقبون أكدوا أنه لن يجد حتى إلى أن يهرب فسابقا مثلا القدافي هربت عائلته للجزائر نظرا لعلاقته القوية مع الجزائر وكان ينوي الهروب لها قبل أن يحدث له ما حدث أما حفص الرحات بدأت المراقبين لن يجد حسبهم أي بلد يستضيفه والجزائر من المستحيلات السابة أن تسمح له بدخول أرادها لأنه مصنف في القائم السوداء حتى وإن طار الشعب اللي بدده فلن تسمح له بالهروب نحوه وهو المنتظر لأن الشعب اللي بالشقيق معارض كليا لحفتر وسائمه وينوون الانتفاة ضده هذا وقد كان الرئيس عبد المجيد تبون وقائد الأركان سعيد شنغريها هدداه وتوعداه بمحوه من الوجود لو سيجوز الخطوط الحمراء نهيك عن كون الأخير مجرد منفوخ في الأنظمة التي تدعمه وراءه